المعرض اسمه سحر الواقع وأنا متأثرة بمدرسة الواقعية السحرية أنا واخدأ لآلة الهارب وبأكد عليها أن هي آلة فرعونية ظهرت على المعابد وفضلت على مر الأسر تختلف شوية يعني تزيد أوطار يختلف وضع الآلة بيعزف عليها جالس أو واقف لكن هي في البداية آلة فرعونية طاريتش في مصر اتخذت فرنسا بعد كده وابتدت تتطور لكن هو ده اللي أنا عايزة أأكد عليه أن البداية تملي عندنا يعني البداية عندنا مش تحيز دي حقيقة وحبيت أربط الكمان على اعتبار الحداثة ولكن كله بيمتد لو تلاحظ حضرتك الإيدين بتاعة حطحور هي المنبع وبعد كده بقى يليها ما يشاء حتى البيانو تحت الرقصة اللي على البيانو ما تجمع ما بين الفرعوني وما بين الحديث يعني اللوحة فيها كتير قوي الجدرية دي عزيزة علي قوي لأنها بخامة الإزاز المعشق وأنا بحب الخامة دي قوي وهي معمولة بتكنيك مش لحام لكن مستخدمة فيها خامة الإزاز المعشق هي بتعبر عن لعبة مش كتير بيعرفوها يعني وبيفتكروا إن هي لعبة يعني جاية من الأوروبا وهي لعبة كانت زمان اسمها الكورة والسولجان وكانت موجودة برضو على المعابد في بني حسن بس كانت الكورة عبارة عن طبق أو حلقة فكانوا المصريين القدماء بيلعبوها اللوحة جدرية من ثلاث لوحات أنا حبيت ما حطش أي ألوان وركز كل تركيزي على حركة الخيل والرجلين بس عشان يعني الأول كان فكرتي إن أنا أجيب الحصان كله لأ قلت لأ الرجلين هتبقى فيه تساؤل كبير قوي وكمان أبيض وسود مش هتشد النظر بالألوان وحطيت برضو الكورة علشان تبين اللعبة وتبين قد إيه إن الواقع بتاع اللعبة إن الكيول بتجري بشكل رهيب يعني وبتبقى متدخلة في قلب بعضها ولو الواحد هيعمل حركات الخيل في اللعبة دي هيعمل حاجات يعني الناس تفتكرها كأنها كارتون أو جرافيك الحصان سعاد بيبقى تحت الفارس وفي الأرض واثنين حصينا وقعين بس أنا حبيت أبين أبين الضل بتاع الفرسان وحركة الرجلين الأربع لوحات دول أنا كنت عاوزة أعملهم يعني بكبر القاعة عشان أقول فيه قطعة من الجنة في بلدنا في جنوب سينة اسمها دهب هي تسميه الدهب عشان لون الرمل بتاعها لون الدهب فيها حاجات يعني أنا يعني أعتبر نفسي تأخرت قوي عشان أشوفها يعني شجرة المنجروف اللي أنا شايفاها دي دي شجرة بتنمو في البحر الأحمر وفي أربع بلاد بس ودي صديقة للبيئة هي يعني بتنمو في المياه الملح ولها فوائد كتيرة جدا وبتيجي تستريح عليها الطيور المهاجرة الوقت فيه في الأمم المتحدة دعوة لزراعة شجرة المنجروف علشان هي تعتبر مثل منها اسم إنها بلوعة الكربون بتسحى بالكربون وطبعا عارف حضرتك البيئة دلوقتي إحنا الكل متجه لإحنا نحافظ على البيئة معرض متجدد ومتوافق مع خط سير الفنانة منذ أكثر من عشر سنوات فهي ملتزمة بنفس الخط مع تطوير تقني وتطوير إبداعي مميز الحصان كتيمة أو لزمة من لزمات الخيال في أعمالها أيضا بتمارس التعاون في هذا داخل التكوين الفني مع العنصر البشري مع الحصان بما يحمل من إسقاطات فنية وانطلاق وعالم خاص بعالم الخيول نحن نعرفه جميعاً الجديد في هذا المعرض أنها تناولت عالم البيئة في مدينة دهب الساحلية في سيناء واستطاعت أن تتلامس مع هذه البيئة البكر التي كانت وما زالت تعبر عن الحياة الفطرية فأتت ببعض النمازج وبعض الأشياء من هذه البيئة وعملت نوع من التوليف في أعمالها من خلال الصدف وبعض المتركات موجودة البيئية داخل هذه البيئة البكر كما ذكرت كنوع من الوعي بقيمة البيئة الساحلية والسياحية والفنانة ملتزمة بنوع من التعبرية السحرية أو نقدم عليها الواقع السحري بحيث أن هناك فيه انطلاق في أعمالها هذا الانطلاق مرتبط بدراستها عن أطروحة عن الواقع السحرية وهذا أثر فيها في أعمالها في هذا المعرض كنوع من التطبيق العملي الغير مباشر لهذا العالم السحري وفي نفس الوقت الواقعي وهي دائما تتعاون مع أو تتلامس إنصح التعبير مع الحضارة المصرية ولا أكثر من جدارية عن الحضارة المصرية القديمة في توليف مع الواقع المعاصر الحديث هي عاملة نقلة فنية جميلة فيه ثلاث لوحات أو أربعة مفاجئة هي عاملها بأسلوب جديد هي كمعتادة على رسم البستيل وطبعا هي متخصصة في الزجاج المعاشق لكنها عاملة ثلاث لوحات مستر بيسز وهي كلها بتخص موضوع الخيل وهي كانت سبب بداية معرفتي بها من سنين طويلة الخيل لأني كنت عاملة خيل في معرض وهي كانت عجباها فالفكرة اللي هي عاملة حلوة قوي إنها متقسمة اللوحة لثلاث مقاطع مستخدمة فيها أسلوب فيه حس سريالي وتعبيري شوية أقرب للحلم يعني هي مستخدمة الخيل زي أنسة بشعر طويل وهي حطة الإحساس ده كويس جدا فكرة رجول الخيل في السبق أو في حالة الانطلاق فكرة أنا بحييها عليها والأداء بتاعها برضو عالي جدا وفكرة إنها اخترت تشتغل بتلات تونات الرمادي والأسود والفاتح يعني هافتون ولون وسط كده يعني دي حاجة جميلة جدا الباستيل طبعا هي متميزة فيه مقدمة فيه برضو وجوه ودراسات للبرتريات للحسنة أو للخيل في المجمل المعرض مبهج وهي بتحب التجريب فماية لإنها تستخدم خمات استخدمت زلط استخدمت ورق دهب وده أفضل حاجة في الفنان إنه هو طول الوقت يجرب يعني مايبقاش فيه حدود لي أو مايبقاش فيه لي حاجة نهائية يبقى خلاص خلص على كده الفن مفوش حاجة ثابتة الفن كل واحد بيبقى من وجهة نظره الماستر بيز بتاع أي معرض هي حطها في وجهة دخلة المعرض طبعا الألوانها المشرقة ولأن هي فيها حس فرعوني ولأنها هي فعلا لوحة حلوة يعني هي كحس فرعوني هي عالية واللوحة تانية بتاعت برضو إخنتون هي لوحة عالية أو انفرسيزي لكن أنا بقولك من وجهة نظري أنا أنا شايفة إن اللوحات الكبيرة بتاعت الخيل من وجهة نظري أنا هي الماستر بيز بتاعتها لكن كعنصر جذب لوني للجمهور العادي ومطلقي العادي هي اللوحة اللي هي حطها في صدارة القاعة الفنانين القلائل اللي اعتمدوا على دمج رومانسية اللي هي المدرسة الرومانسية بالواقعية فحدة استخدامها للخيل دي إضافة رئيسية من المدرسة الرومانسية والمجموعة اللونية بتاعتها أقرب إلى الواقع فأدى إلى أن المطلقي كمشاهد يقدر يشوف اللوحة مش مجرد رؤية هو بيدخل جوه اللوحة كمشهد سينمائي لأن اللوحة ذات نفسها يعتبر قصة بتدمج فيها من الخيال اللي يقدر الواحد يتطور فيه بيسرح به وفي نفس الوقت بيعناصر معطيات الواقع ومن أكتر اللوحات اللي هي لفتت انتباهي فعلا اللوحة الجدارية للحصان اللي هو البطل استخدمت فيها الألوان الساخينة من الألوان البرتقالي والأحمر وأضافت إضافة جميلة جدا هي من المجموعة الزهبية وإطار اللوحة زهبي فقدت إلى أن هي تعتبر مش لوحة هي تعتبر زي حاجة من الزهبيات أو هي من المشغوليات تقدر تتفرج عليها وتستمتع بها فده معرض بصراحة زخم بكل أنواع اللوحات بمختلف الأنواع فيه موزايك فيه لوحات بالأكريليك فيه لوحات بالباستل كلها ألوان جميلة وفي نفس الوقت اللي عاجبني فيه إن هي مش متطبع نهج معين المعرض عبارة عن ميكس من المدارس الفنية المختلفة والخامات الفنية المختلفة